مدينة البشارة الناصر أقمتم هذا الإفطار الرمضاني باسم حراسة الأراضي المقدسة ما هي الرسائل التي حملها هذا النشاط للعالم أجمع؟ هي رسالة تعايش، رسالة سلام، رسالة محبة رسالة إلى العالم أجمع أنه في خلسطينة في مدينة الكتب موجود شعب خلسطيني يحافظ على هذه الأرض وهو أجمل من أي شيء تاني هو موجود الشعب الخلسطيني في مدينة الكتب والمخافضة على مدينة الكتب والانتماء لهذه المدينة المقدسة هذا أول إفطار، أول إفطار بيشير في الملدة القديمة أول إفطار بيشير في كازانورا أول إفطار بيشير في هذا المكان الجميل أنه بيعطي كل منظر الكتب الكتب اللي هي عمو الديانات الكتب اللي هي عاصمة السماء الكتب اللي هي الكل اللي بتمنى أن ينتمي لهذه المدينة المقدسة فأنا بعتقد كان زي ما سمتها الكريستين اللي نعوي إن هي كانت مظهرة مظهرة اجتماعية مظهرة ثقافية ومظهرة للإلتماع إلى هذه المدينة المقدسة وإنتوا بيعطوا هذا البرنامج بهذا الصوت الجميل صوت محبوب العرب يعقوب شهين اللي كان حاضر وغنى هذه الأغنية أغنية فيروز كذلك غنى موطني من هذا المكان المقدس من هذه المدينة المقدسة فبعتك كان إفطار ناجح بكل المقايير وكان لقاء أخوي لقاء جميل جدا من كل الحاضرين يعني بعتك كل الشخصيات المرموكة في مدينة الكتب اشتركوا في هذا الإفطار وطبعا مع رؤساء الكتب كل الكتب ممثلة بهذا الإفطار فهو تسمل بهذا الانتجام بهذه المحطة هذه الأخوية هذا هو شهر رمضان وهذا هو أهل الكتب شهر رمضان هو أجمل شهور السماء شهر رمضان هو اللي بيجمع الجميع والكتب كمان هي أم الجميع وهي اللي بيجمع الجميع نعم أبونا يعني ليس سرا أنه واقعنا في العالم بشكل عام وفي وطننا العربي قاسي جدا أبرياء كثر يقتلون باسم الدين ويضطهضون أيضا باسم الدين في مواقع وأماكن مختلفة من وطننا العربي بالتحديد بعد هذه الصورة التي نراها الآن أيضا على شاشتنا صور الإفطار الرمضاني ربما هناك من يقول أنه في فلسطين هناك واقع آخر المسلم يدافع عن المقدسات المسيحية كما يدافع المسيح بالتحديد عن المقدسات الإسلامية هل بالفعل نحن أمام واقع مغاير عن العالم العربي هنا في فلسطين؟ أنا أتمنى أن كل العالم العربي يقصدوا في التعايش الإسلامي المسيحي في اللي بنعيشه في الأراضي المقدسة في فلسطين هاي مثل يحتجى به تضوى لكل الدول العربية أنا ما أعطبت أنه في أي مكان في الدول العربية أو أي مكان في العالم في هذه المحبة هذا التعايش الإسلام المسيحي الكل طبعا بيدافع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية الكل بيتكاتف الكل يد واحدة ما فيش فرق بين مسيح ومسلم فهذا التعايش هو مثل وفضوة للجميع أن يحبزوا بهذا التعايش الجميل ليس موجود في أي مكان في العالم نعم أبونا هذا العام يعني يأتي الشهر الفضيل في ظل إعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل ومثل ما حضرتك تفضلت أصريته على إقامة هذا الإفطار الرمضاني المبارك في القدس في البلد القديمي ويعني فلسطين ما زالت تحت الاحتلال ما زالت تقاوم تقدم الشهداء والجرحة من أبنائها يعني في ظل هذا الوضع ما هي أمنياتكم بداية لإخواننا الصائمين وأيضا أمنياتكم لفلسطين وللفلسطينيين أمنياتنا للجميع أمنياتنا أن تحل قضية القدس قضية القدس بتحل زي ما قلنا للي كانوا موجودين على الإخبار أجمل ما في القدس هو وجود الشعب الفلسطيني في القدس المحافظة على الممتلكات في مدينة القدس المحافظة والانتماء إلى هذه المدينة المقدسة بكذا ما نعطبش أي قرار أو أي قرار من أي حد في العالم يقدر يؤثر على هذه المدينة المقدسة القدس هي عاصمة السماء القدس لازم تكون عاصمة الجميع القدس مش ممكن تكون عاصمة عن طرف آخر القدس هي عاصمة العالم هي أم الديانات هي أم الجميع لازم يفهموا رسالة القدس على العالم أجمع وعلى المجتمع الدولي يجب أن يفهم ما هي رسالة القدس ويجب أن يفهم نعم نحن نسمعك بصعوبة نعم نعم الآن نحن نسمعك بشكل جيد أبونا القدس بنقول أن القدس هي أم الديانات القدس هي عاصمة السماء القدس مش ممكن تكون عاصمة لطرف عن طرف آخر القدس يجب أن يفهم الجميع وخصوصاً المجتمع الدولي أهمية القدس مكانة القدس ورسالة القدس المجتمع الدولي يجب أن يعمل لحل هذه القضية الكديس البابا يحن نقول الثاني كان دايماً يقول إن لم تحل قضية القدس إن لم يصير سلام في القدس مش ممكن يصير سلام في العالم أجمع إذا بدون سلام في العالم أجمع يجب أن يكون فيه سلام في القدس القدس هي مفتاح السلام القدس هي مفتاح الحرب سيجب أن يعمل الجميع وأمنيتنا وأمنيت الشعب الفلسطيني أن تحل هذه القضية ويحل طبعاً تحل القضية الفلسطينية حتى يحل السلام في العالم أجمع نعم أبونا في نهاية هذه المداخلة أخيراً تابعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حادثة اعتداء وطاعن لأحد الكهنة في بيت لحم حادثة خطيرة بالفعل لها تداعيات ربما دينية وسياسية نحن عبر شاشة موسى وقناة موسى نستنكر بالفعل هذه الحادثة يهمنا أن نسمع تعليقكم أو تعقيبكم على ما حبث أول شيء نذكر الله أولاً واخيراً عن سلامة الراهب أبونا فادي شلوفة اللي هو يعني حارس مغاربة الحليب ومحبوب من الجميع والكل إسلام مسيحية هذه الكنيسة مغاربة الحليب بيغرها مسيحيين أكتب من مسيحيين نحن نستنكر هذا العمل الجبان بعد الضطائق هيطلع بيان من حراسة الأراضي المقدسة ولكن حراسة الأراضي المقدسة سيقاتها المطلقة وغير القابلة للشكل بكيار السيد الرئيس محمود عباس الذي يشجب ويستنكر دائماً مثل هذه الأفعال النقراء وبين سيادته يأمر دائماً بتوزيف كل الفاقات للحيلولة دون وفاق مثل هذه الأعمال وبين نوات سيادته تاريخية ومشهود لها في دعم وإشناد الرغبان في كل مكان وهذا الأكتب إن هذا الحدث هو حدث سخط يمثل هؤلاء الأشخاص بس لأنه هو اعتداء سخطي ما في أي ترتيب ذله ولا هو عمل إرهاب ولكن حدث محجز صدفة وهذا هذا الاعتداء يمثل بس هؤلاء الأشخاص اللي هما اثنين للأسف منهم منطقت بالزحم احنا بنشكر الأجهزة الأمنية التي عملت بالأمس و قبضت على هؤلاء الأشخاص نتمنى أن لا تتكرر هذه الأعمال يعني للأسف احنا بنحكي عن الإفضار في في الكدس تعرف أنه في نفس الوقت اللي كان فيه الإفضار في الكدس صار هذا الاعتداء يعني دايما بنلاقي أشيات ننبص على حياتنا ننبص على المبادرات الاجتماعية الجميلة اللي بتصير واحنا بنتأسف لهذا لهذا العمل وأكيد يعني الأجهزة الأمنية عملت كل ما بوشها للقبض على هؤلاء الأشخاص وهيتقدموا للمحكمة والحراسة كمان لها حقها اللي هي مش هتتنازل عنه الكل بيعرف حقها شرائع خسب يعني لعبات والتقاليد في الثلاثنا فنتمنى أنه هذه الأعمال لا تتكرر مرة أخرى لأنه بتطيع الشعب الفلسطيني اللي هو غير قابل هذه الأشياء المشينة الأشياء اللي هي بتطيع لعباتنا وتقاليدنا ومحبتنا البعض يعني العالم كله يعتبر الفلسطينيين محظوظين ببلداتنا المقدسين كنا نتحدث عن الناصري عن القدس عن بيت لحم نتمنى أن نحافظ على قدسية هذه البلدات وتاريخها العريق شكرا لمدخلتك معنا في هذا الصباح قدس الأب إبراهيم فلتس متشار حراسة الأراضي المقدسي وما أجمل هذا المشهد التآخي والتعايش الديني في فلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر